اعلى وافضل نادي من حيث القيمة التسويقية في ربع نهاية دوري ابطال افريقيا عندك مفاجآت كبيرة في اعلى وافضل نادي موجود الان في ربع نهاية دوري ابطال افريقيا من حيث القيمة التسويقية هنا الدولارات تتكلم هنا اليوروهات تتكلم النقود تتكلم السلام عليكم ورحمة الله زي ما احنا عارفين وصل لربع نهاية دوري ابطال افريقيا تمن أندية عندنا من المجموعة الأولى وصل نادي الوداد الرياضي المغربي ونادي شبيبة القبائل الجزائري عندنا من المجموعة الثانية وصل نادي سانداونز الجنوب أفريقي ونادي الأهل المصري من المجموعة الثالثة وصل نادي الرجاء الرياضي المغربي ونادي سيمبا التنزاني وعندنا من المجموعة الرابعة وصل نادي الترجي التونسي ونادي شباب بولزداد الجزائري 8 أندية تتنافس على بطولة دوري أبطال إفريقيا الأندية دي هنقولك على سجل الأبطال وسجل البطولات اللي خدوها في دوري أبطال إفريقيا كل نادي حصل على كام بطولة أقولك إن النادي الأهلي المصري تحصل على عشر ألقاب سنة 82 و87 2001 و2005 2006 و2008 2012 و2013 و2020 2021 نادي الأهلي وصاحب الرقم القياسي في السجل لبطولات دوري أبطال إفريقيا نادي الترجي التونسي عنده أربع ألقاب سنة 94 و 2011 و 2018 و 2019 نادي الوداد الرياضي المغربي عنده 3 ألقاب 92 و 2017 و 2022 نادي الرجاء الرياضي المغربي أيضا تلت ألقاب سنة تسعة وتمانين وسبعة وتسعين وتسعة وتسعين نادي شبيبة القبائل الجزائري عنده لقبين واحد وتمانين وتسعين وساندونز الجنوب أفريقي عنده لقب واحد سنة الفين وستاشر وسيمبا التنزاني بدون ألقاب شباب بلوزداد الجزائري بدون ألقاب دول التمن أندية اللي موجودين في ربع النهاية واللي هتكون ما بينهم قرعة نارية غدا بإذن الله التمن أندية دول عايز أقولك في الفيديو ده الأعلى من حيث القيمة التسوقية من حيث القيمة السوقية النادي الأهلي هتصدر الترتيب برصيد تسعة وعشرين مليون يورو تسعة وعشرين مليون يورو يأتي بعد النادي الأهلي نادي ساندونز الجنوب أفريقي سبعة وعشرين مليون يورو بعد كده نادي الوداد الرياض المغربي في المرتبة التالتة تسعة وعشر مليون يورو في المرتبة الرابعة نادي الترجي التونسي تمنتاشر مليون يورو نادي الرجاء المغربي في المرتبة الخمسة برصيد خمستاشر مليون يورو بعد كده شباب بولوزداد في المرتبة السادسة تلتاشر مليون يورو شبيبة القبائل في المركز السابع بقيمة 7 مليون يورو وسيمبا التنزاني في المركز رقم 8 بـ 2 مليون يورو هذه القيمة التسوقية للأندية المشاركة في ربع نهاي دوري أبطال إفريقيا يتصدرها الأهل المصري بمبلغ 29 مليون يورو ويختمها ويأتي في المركز رقم 8 من حيث القيمة التسوقية نادي السيمبا التنزاني بـ 2 مليون يورو اكتب لي رأيك في التعليقات عن القيمة التسوقية للأندية الموجودة في ربع نهاي دوري الأبطال ويقول لي أنت تفاجئت بنادي إيه وقيمته التسوقية أو المالية كانت مفاجأة بالنسبالك واكتب لي توقعاتك للقرعة وأيضا من يتحصل على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام 2023 لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته